الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيقا بشأن أوكرانيا وجونسون يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا أذلك بعد تلقيه طالبا بذلك من 39 دولة أعضاء بالمحكمة حيث قال خان هذه الحالات تمكن مكتبي من المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا وما بعدها بما يشمل أي مزاعم في الماضي والحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية تكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص وكان خان قد أعلن الاثنين اعتزامه الطلب من المحكمة الموافقة على فتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا لافتا إلى أنه أعرض عن قلقه المتزايد مرددا صدى قلق قادة ومواطني العالم على حد سواء بشأن الأحداث الجارية هناك ولذلك قررت الموضية قدما في فتح تحقيقا في الوضع بأوكرانيا بأسرع ما يمكن ترجمة نانسي قنقر